بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بحضرك في الفيديو دوت بنشوف حاجة حلوة قوي مربى اللبن من احلى الحاجات اللي ممكن ناكلها في السندواتش ممكن ان احنا نستخدمها في الجاتوهات والطرق ممكن انا نستخدمها لما اعمل المشروب المفضل ليكو طبعا انس كافيه من الحاجات الجميلة او بره بيعملوها يحطوا معلقة كده منها حاجات مميزة جدا ازاي نقدر نعملها مش اتكلبنا اي حاجة عاملها لكو بطريقة سهلة جدا ما عندناش هند بلندر عن طريق الخلاط وبيبقى الخليط لسه طاري ونقدر ان احنا نعمها بالشكل دوت وممكن من غير خالص الخلاط والهند بلندر شايفين كل ما بدرب كل ما بتنعم وبتديني اللامعية ده انا ممكن كمان اصبها على الطرط حاجة جميلة او مربط اللبن ديت وهنا هنعملها بطريقة تانية يبقى هي لها طريقتين للعمل وكل طريقة اسهل من التانية والله مش هتصدقوا ان مربط اللبن دي اللي بتتبع في المحليات طريقتها سهلة جدا ما قادر نيب يكون عندي تقريبا تلتميت جرام من السكر مج ونص سكر عندي نصهم على طول لبن وكريمة اي شوات لبن فايضين معلقتين كريمة او زرف كريمة ميت جرام شوكولاتة بيضة خمسين جرام زبدة يعني معلقة كبيرة من الزبدة بس مكونش سائحة ورشد بانيلي هنحط كده المج ونص من السكر او تلتمين جرام من السكر بالشكل دوت ونبدأ نسخنهم على النار ضروري جدا ضروري الكريمة طبعا لو انا يعني ظروفي سامحة بجيب كريمة لباني مية وخمسين جرام ما عنديش اي مية وخمسين جرام لبن عليهم معلقتين كبار ثلاث معلقة كريمة كده لباني من غير السكر حتى اللي هي كريمة البودرة دي تكون نضربها كده مع اللبن وتكون سخنة تكون سخنة تكون سخنة قدي ثلاث مرات اهمت ليه هقول لكم اللي دلوقتي عشان بشوف بعض الفيديوهات اللاقي ينزل الكريمة او اللبن تجبن مني وتمسك وتقفش وارجع يسكر تاني ونقاط ساعة النار كده السكر صح في الميكرويف سخنت اللبن مع الكريمة او الكريمة اللباني بصوا اول ما تنزل الدنيا فلة او عقودك والبخار او عقودك والبخار ببتدي انزل كده ويا سخنة وانلعة شايفين السكر ما جبنش خالص اهوت على طول كله تجنس مع بعضه شايفين مفيش بقى ويعود يكتل ويعود اقلب ساعتين تلاتة ما تلاوش الخليط هيبقى خفيف بس ما تلاوش حتى المربة العادية بتبقى خفيفة الدنيا تمام الخليط يتجنس بس مع بعضه كله غيل يهوت كله سايح الدنيا تمام تمام يبقى احنا عارفنا ان الكريمة او اللبن نص السكر ويكون مضروف فيها تلاتة اربعة معلقة كبار كريمة بودرة كده ما تبقاش ماسكة تبقى زي ما انا عامل كده وايدانية شايف محمود تكون سخنة حلوة اوي كده الخليط الجانس يلا بقى هندفل نار دلوقتي ايه واول ما ندفل نار هنعمل ايه هننزل بالخمسين جرام زبداني معلقة كبيرة من الزبدة تكون جمدة عشان بس تبقى عارفين معلقة كبيرة او معلقتين كبار عشان بس ايه او خمسين جرام وادي ميت جرام من الشوكولاتة البيضة عشان تديكوا التركيز اللي انتوا عايزينه امرها سهل مش هكالفنا اتنين تلاتة جنيه الشوكولاتة البيضة ديت هنقلب في الخليط كده ونسيبه شوية مش هادئ انا طفت النار على فكرة هو بقى مع نفسه اه هيبدأ كل ده يسيح بعد ما يسيح والدنيا تمام التمام وزاي الفل الخليط دوت بباعيز ينعم ويبيض عند الخلاط اهلا وسهلا عند الهند بلندر يا اهلانين وسهلانين هنبدأ نخفك الكلام دوت بالصورة ديت هتبصت لقوا الخليط شايفين مطفي ازاي طب احنا عايزينه يلمع والخليط كله يخش ببعض ويتجانس بداني اخفك كده بالهند بلندر او في الخلاط شايفين الخليط تبدأ ياخد لمعة 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 ويفتح اللونه يفتح شوية يا سلام بقى لما نحطه على ايس كريم او نعمل بي ايس كريم مع بعض التعديلات انا هعمل لوكو طريقة ايس كريم بالرز وتحف كات معايا كده باي لك ولكن والله العظيم زي الفل ابتدأ الخليط يفتح معايا شايفين شايفين اللون اللي هناك بني زي في نفسك كده زي اللي بيتبع بره بالمالي بتلاقوه في المحلات الكبيرة والكيس بربينج ايه قولوا لانتو الكيس كلفكو ايه هنا اهو حط ليه الكلام ده في التلاجة كده عشان الحق اعرضه لكو في الاخر وقولولو لكو دنيوتكو فيها ايه ده ده خفيفة اشيب محمود ضمانيا لا 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 ما تخافوش من عاجة تعالوا بس ندلق كده في بولة تانية كده بيضة وندخل الكلام دوت التبريد عندي ايه دي اول مربط لبن زي الفل وتمام تمام مخدتش وقت هنا بيكون عندي بقى طريقة تانية نصف كيلو من اللبن الحليب كمان مرة الحليب مش عايش جهينة ولا كده عشان فيهم مادة حفزة خليني بس ايه في اللبن الحليب وبيبقى دسم وقادي عندي اه تقريبا ما يعادل متين جرام سكر مجلسكر وقادي رشة من البي كاربونات بتاعت الطعمية عشان اللبن ما يطعش حطيلي عم الحاجة ديت على النار كده وابدأ الشغل ويريد تكون حاجة عالية عشان ما اطفرش والنار هادية كده ودنيني شغال لما اللبن اللي بيحصل هنا ان المية في اللبن بتبتدي تتبخر احنا عندنا اللبن تمانين في المية مية وعشرين في المية دسم لما يبتدي يتبخر 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 معي كده هيتفضل لنفس القصة اشطى والسكر بس ببلون هنا فاتح عندي شوية لان انا ما حرقتش السكر هندننا وراه بالصورة ديت كل شوية هارجع لكم ابتدأ ياخدوا لون البيج الفاتح اللي هو لون الشاب لبن هندن البخار بس طالع على الكاميرا وقادي هنا بتدأ ياخدوا لون الاغمأ سنة شايفين اللوني عاملة ازاي بس انا عايز هياخد البني مش الغامق زي تاني البني اللي هو المرحلة اللي انا فعندها بقى خلاص كده كفاية قوي عشانة اسماء فش معي قوي وفي نفس الوقت ما تحنش كده تمام تمام لان ده عبر عن اشطى وسكر بس فاتبصوا تلاقوا اللون بيفتح معي تمام هنبتدي بقى نرفع الكلام دوت كده من على النار لو عايزة ديله معلقة زبدة هتديله هو اشطى في السكر خلاص كفاية قوي في الخلط وبنحطه شايفين تدي اتماسك معي ازاي اهو او بالهند بكندر شايفين المطاطية اللي فهم ربط البلع حاجة كده مميزة سيب الكلام ده بقى بعد كده عندي كل حاجة في طبق تبرد شوية عايز اخد على شايفين ده كده بتدأ يمسك شايفين المطاطية اللي فيه عاملة زي هتلاقوا الجزء اللي تحت لسنا نمسكش انا ده حاطته في التلاجة يعني شوية شايفين المطاطية وفي كراميل زي اللي بتبع برها مربة بلح طحفة بلح انا يا والله العز المخيه انك مربة لبن طحفة وادي الجزء التاني اللي هو يعتبر باللبن المكسف طرق كلها بسيطة ما فقاش اي حاجة القصة كلها ان احنا بس بنتحقيل على كل شيء ان هو يطلع عندنا بصورة مميزة وبطريقة تكون مميزة بالنسبة لحضراتكم لو عملتوا الحاجة هتلاقوها مكلفتكمش ابدا الموضوع كله سكر وان شاء الله يكون سكر تموين بالعكس سكر تموين بوني شوية فنقدر ان احنا نشغل بيه هيكون من الحاجات المميزة جدا ادي الطريقتين كده بحاول اخد شايفين متماسك في المعلاقة ازاي عشان اخدهم صورة وطبعا الامر كله بسيط ويارد تعملوا الشيء ويشوفكم اه منفزيونه احسن منه رجاء منكم تابعة الفيديوهات الخاصة برمضان زي امو علي دوت امو علي هيعجبكو جدا بصورة كويسة وعلى نفس الطريقة بلبن يا رب كلشي يكون اعجبكو اشكركو جدا 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 والسلام عليكم